بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا قطع المكذبين وادوا لو تدهنوا فيدهنون ولا قطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطون إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهر يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم له لا تسبعون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأكوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أدرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنهم لمدنون وما هو إلا ذكر للعالمين اشتركوا في القناة